كان هذا أبرز ما يشكو منه سكان منطقة تثم اللحظ من إنعدام ونقص لأبسط ما ذكر على لسانهم من مقاومة الحياة الكريمة على غرار التأخر الكبير في تشغيل شبكة الغاز حيث انتهت بها أشغال الربط منذ خمس سنوات تقرأون تلقاز أثنى تسقى ميد قريبا سمئة ألف الفروضي ستوى مزر ديها ضرق يقام ديارك ونسعى بريد ونسعى وماذا قرام لا يبريد من تري سيتي ونسعى ولا أثنى تلاثي خامنين برانشي والله يثفث أميدي شعات المصبح توا هذا الموحى القشون لا القاتلون بالقرية كانوا يطمحون ويأملون دوما أن تطل عليهم السنة الجديدة الفين واربعين وعشرين بضياء الحلول لانشغالاتهم لا طالما انتظروها طويلا لكنها لا تزال عالقة الفين ووربع وعشرين توا عن القيم من يبردان وعندين موق القاز ونخصي تري سيتي نخصي قبريد ونخصي القاز ما زال نسخ دائميك شوطن ما زال مكوني دنها مازانت بخير يكروش غادي هذا هذا عدم هاد لعافية انه نوبرلوت بالمختصر المفيد تستقيم الحلول لجملة المشاكل ومعاناة ساكنة هذه المنطقة الجبلية بمدى تحرك واستجابة صناع القراري على المستوى البلدي والولائي مثل ما يراه القاطنون بثم لحث أقصى شرق ولاية بجايا